اخبار اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية واكد القائد العام ان الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح يمثل احياء للقيام السامية والمبادئ النبيلة التي دعت اليها الرسالات السماوية لنشر الخير والمحبة والتسامح بين شعوب الانسانية من جانبه اشهد البابة ودروس الثاني بالدور الوطني للجيش المصري العظيم احنا بننظر للقوات المسلحة نظر الافتخار واجلال وتعظيم فربنا يحميكم ويعني محبتي ومحبة كل الكنيسة وتقديرها او كل الشعب للقوات المسلحة بالروح الجميلة اللي موجودة وبشعر كمان ان الروح دي هي الوحيدة اللي هتبني مصر مؤكدا ان عيد الميلاد المجيد يمثل معاثة لامل جديد ومستقبل مشرق لمصر التي تحتاج الى جهود ابنائها المخلصين في كافة الميادين